النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من الأكل والنوم بالأقل وحض عليه يعني أمر كمان أمته إنه ما تكلش كتير صلى الله عليه وسلم حض عليه يعني إيه يعني حثهم على ذلك وأمرهم بذلك نصحا لهم حتى لا يضيعوا أوقاتهم في ملطاء قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه يعني كفاية أو أنت بتاكل كده لقيمات ما يقلش حتى لقم جمع يعني تصغير لقمة كمان ما تكبرش قوي ممكن تقول لقم يعني تغمس تغمسها واحدة بتغيف تقول له هي دي لقمة وتجيب تغيف التانية لقمة لا يعني صغر كمان اللقمة يعني حتى اللقمة اللي أنت حتغمس بها دي صغرها خالص حتاكل أطمة مش تاكل نص السن دا ويتش في أطمة إيه ده لقيمات يعني خليك كده إيه أكل العصفير حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة يعني لابد بقى يأكل وجعان قوي فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه عشان يعرف يتنفس الناس الوقت يتاكلوا ليك مش قادرة تنفس هتقول لي فوار لإنه مالة خالص مفيش مزافة يتنفس فيها مسكين فلازم نبطل العداد دي ونشوف النبي كتعادته إيه لأن نخد بالك أن أمراض العصر معظمها بسبب إيه الشبع وتعود الشبع تعود الشبع ده بيؤدي إلى أمراض كثيرة جدا أمراض في البدن وأمراض كمان في النفس وفي الروح وفي القلب ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب لأن بداية لو قلنا النوم كتير هيبقى سبب إيه روح للأكل بقى الأكل برضو هو اللي بيسبب كثرة النوم وقالت عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي شبعا قط يعني كأن النبي مش بعش قط كانوا يوسفوا يقول لك إيه ما كانش يشبع إلا على ضفف يعني ما يبقى في ضيوف مؤنسة لهم يقعد يأكل علشان ما يخلص هو بسرعة عادته يخلص بسرعة لكن لو خلص وقعد مع الضيوف الناس تستحي تأكل يوم يقعد إيه يستمر معهم شوية مراعاة لحالهم صلى الله عليه وسلم فكان لا يشبع إلا على ضفف يعني إذا كان مع ضيوف بس يشبع لكن عادته العامة ما كانش إيه يشبع صلى الله عليه وسلم بل كان يأكلوا أكل المتعجل تصور أنت معندك معاد في الطيارة ولسه ما تحركتش وما وضبتش الشنطة وحطوا لك أكل وانت جعل حتاكله حتاكله انت بتجري أو النبي كان أكله أكل المتعجل كده كأن عنده معاد على طول مع ربي صلى الله عليه وسلم ما عندوش فراغ صلى الله عليه وسلم يبقى إيه كان أكل النبي أكل المتعجل ومش كده وبس وما يقعد كمان يأكل يقعد قعدة المستوفز يعني أعرف أنت لما تبقى قعد تقرأ التشهد وتاني صوابعك كده وقعد على إيه على العقب على طرف رجلك القعدة دي ما تعرفش عدة مدة طويلة تتعبك أما يجي يأكل يقعد القعدة دي زي المقعي يسموها الإقعاء فهمت إزاي أما تقعد القعدة دي لكن إنت لأ لما تيجي تأكل تجيب الأمطرية عامة والوسائد وتسند نفسك عشان تقعد ساعتك وتفتح التلفزيون وتجيب كمان مش عارف إيه تشرب وإيه تبلع وإيه مشاهيات وإيه ملهيات وتقعد لك تاكل ساعة وساعة ونص فهمت لا دي مش بنشي السنة كده السنة مش كده خد بالك إن السنة هي الأأمن لك في عافية بدنك وعافية روحك ونفسك فهمت فكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه ستين عائشة لم يمتلق جوفه النبي شبعا قط وإنه طب ليه ليه الرواية بتقوله كان إيه لا يشبع إلا على ضفف لأن النبي ستين عائشة ما كانش معاه مع الضيوف اللي شافه مع الضيوف قال كان لا يشبع إلا على ضفف زي أنس بن مالك خادم النبي كان يخرج معاه ويشوفه لما يكون معزومه أو عنده ضيوف لكن زوجات النبي شافوه في داخل بيته بقى على حقيقته فالبني قدم جوه بيته وما فيش أي تكلف بقى فبتشوف أكلته العادية إيه كانت لا تجده يشبع فكل واحد بيوسف حسب مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاء أما يقعد كمان مع آله أنا نفسي في كنافة نفسي في محش كرومب نفسي مش عارف تعملولي إيه يا عم بتبطل بتاعد في مطعم تهم؟ ما كانش يقول لهم نفسي أكل حاجة خلص اللي موجود يأكله واللي مش موجود ما يسألش عنه يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود سنة النادي كده يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود